موسيقى 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 في مؤتمر انباكت كشفت سامسونج عن خمس منتجات جديدة والبداية كانت مع جيلاكسي نوتو 20 ونوتو 20 ألترا النوتو 20 ألترا بشاشة منحنية حجم 6.9 إنش دقة كواد HD بلس نوع الديناميك أموليد وأكدت سامسونج أن هذه الشاشة أكثر شاشة مشرقة ومشبعة بالألوان بالسوق مع وضوح إضافي حتى 25% ومعدل تحديث الشاشة 120 هيرتز والهاتف مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 7 هذه تكون أفضل طبقة حماية بالأسواق المعالج أكسينوس 990 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر والرام 12 جيجا بايت من نوع البي دي دي آر فايف والسعة تخزينية 256 أو 512 جيجا نوع UFS 3.1 الهاتف يمتلك ثلاثة كاميرات خلفية رئيسية 108 ميجا بيكسل واسعة 12 ميجا بيكسل تقريب 12 ميجا بيكسل أوبتيكال زوم 5X وديجيتال زوم 50X دعم تسديل فيديو 8K بـ 24 إطار بالثانية وهذا تعتبر دقة عالية جدا ودعم التصوير الليلي وأيضا كاميرات سيلفي 10 ميجا بيكسل وقلم سبين بسرعة استجابة 9 ميلي سكند هذا يجعل القلم أشبه بالقلم العادي وتم تغيير مكان القلم ليكون بالجانب الأيسر بطارية 4500 ميلي امبير ودعم الشحن السريع بقدرة 45 واط 50% خلال 30 دقيقة دعم سامسونج ديكس ولكن هذه المرة سيكون لاسلكي الألوان مميزة أسود وبرونزي وأبيض أيضا تم الإعلان عن الجهاز اللوحي جالكسي S7 و S7 Plus جالكسي S7 Plus بشاشة 12.4 إنش نوع سوبر أموليد ودقة كواد اتش دي بلس بتردد 120 هيرتز ومعالج سناب دراجون 865 بلس دعم الفايف جي رام 6.8 جيجا بايت وسعة 128 أو 256 جيجا نوع UFS 3.0 الجهاز يمتلك بطارية 10.090 ميلي امبير وشحن سريع بقدرة 45 واط كاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجا بيكسل وخمسة ميجا بيكسل وسيلفي ثمانية ميجا بيكسل وقلم ذكي بنفس مواصفات قلم النوت ودعم كيبورد مزود بستاند خلفي قابل لتعديل الزاوية ومع تاتش باد بحجم أكبر ويدعم الإيماءات ويوجد أزرار اختصارات بالكيبورد يمكنك استخدام ثلاثة تطبيقات بنفس الوقت وتم الحديث عن تطبيق نوت لأجهزة سامسونج وحصل على تطوير كبير مثل ترجمة النص المكتوب بخط اليد وإمكانيات تحويل النص المكتوب كملاحظة صوتية يتزامن التطبيق سحابيا بعد الكتابة بثواني معدودة ويمكنك إيجاد الملاحظة موجودة على أجهزتك ويمكنك مزامنة أجهزتك عشان توصلك الاتصالات ويمكنك استخدام التابلت كشاشة إضافية لأجهزة البي سي تصميم الجهاز جدا جميل الجهاز يأتي بتصميم كامل من المعدن ويعتبر أنحف تابلت بالسوق وبثلاثة ألوان أسود وفضي وبرونزي أيضا في المؤتمر تم الإعلان عن شراكة مع إكس بوكس التي ستقدم لنا إمكانيات لعب الألعاب بشكل سحابي من خلال أجهزة النوت على خدمة إكس بوكس جيم باس وتم الإعلان عن سماعة بودز ليف التي تكون بتصميم غريب لكن سامسونج تؤكد أن السماعة مريحة حتى عند الاستخدام لفترة طويلة السماعة تأتي بثلاثة ألوان الأبيض والبرونزي والأسود السماعة تدعم مقاومة الماء IPX2 وبلوتوث 5.0 وإضاءة LED منفذ الشهر من نوع USB-C دعم عزل الضوضاء ANC المتطور يتم عزل الضوضاء لكن الأصوات المهمة لا يتم عزلها مثل نداء القطار دعم الصوت المحيطي وثلاثة مايكات مدمجة بكل سماعة هذا السماعة تقدم جودة صوت عالية جدا حتى في المكالمات تدعم أندرويد وآي أو اس وتدعم الارتباط السريع ودعم لبيكس بي ويمكنك تسجيل الصوت أو تسجيل صوت الفيديو من خلال السماعة وبجودة عالية البطارية تصمد حتى 6 ساعات استماع مستمر و21 ساعة مع العلبة وشحن سريع خلال 5 دقائق توفر ساعة كاملة من الاستماع كذلك تم الإعلان عن ساعة واتش ثري بثلاثة ألوان الأسود والبرونزي والفضي ومقاسين 45 مليمتر و41 مليمتر ونسخة تيتانيوم باللون الأسود الوزن 53 جرام والسمك 11 مليمتر الشاشة من نوع OLED بمقاس 1.4 إنش معالج أكسينوس 9110 رام 1 جيجا وساعة 8 جيجا بايت بلوتوث الاصدار الخامس بطارية 310 مليمتر ومقاومة الماء IP68 سامسونج أعلنت توفير أكثر من 80 ألف واجهة للساعة ويمكنك تغيير لون الواجهة وتم إضافة واجهات خاصة متزامنة مع حالة الطقس ومدمج بالساعة مكبر صوت ومايك أضافت سامسونج الكثير من المستشعرات بالساعة والساعة تدعم تخطيط القلب الكهربائي وقياس نبضات القلب وتتبع النوم تتبع الأكسجين تتبع السقوط وتتبع أكثر من 120 تمرين دعم إيماءات اليد وسامسونج باي للدفع وبيكس بي المساعدة الصوتي وفي النهاية تم الإعلان عن الهاتف القابل للطاي جالكسي زيد فولتو الهاتف يأتي بتصميم من المعدن وبسمك 9 مليمتر وتم تقليل الفجوة اللي بين الشاشات وتم تحسين المفصل ليكون مقاوم بشكل أفضل للأتربة والغبار ويمكن فتح الجهاز بكثر من زاوية مثل جالكسي زيد فليب بالوضعية التي أسمتها سامسونج فليكس مود الشاشة الخارجية بمقاس 6.2 إنش وبدقة فول اتش دي بلس بتردد 60 هرتز والداخلية 7.6 إنش وبتردد 120 هرتز ودقة كوات اتش دي بلس وتم تحسين الشاشة اللي تكون بصلابة أفضل ومن الزجاج القابل للطاي بدلا من البلاستيك معالج رايد سناد راجون 865 بلس دعم 5 جي رام 12 جيجا بايت وسعة 256 جيجا الهاتف يملك ثلاث كاميرات خلفية رئيسية 12 ميجابيكسل واسعة 12 ميجابيكسل تقريب 12 ميجابيكسل كاميرا سيلفي خارجية 10 ميجابيكسل والداخلية 10 ميجابيكسل بطارية بحجم 4500 ميلي أمبير وشحن سريع 25 واط وفي نهاية المؤتمر كشفت سامسونج عن أسعار الأجهزة وتواريخ توفرها بالأسواق هذا كان ملخص مؤتمر سامسونج انباكت 2020 لا تنسوا تشتركوا بالقناة هنسوي مراجعات لكافة الأجهزة وحيكون في تفاصيل أكثر سلطان العبدي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر